أهلا بكم قال حسن البصري رحمه الله جمعت الكتب المنزلة في القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم في سورة الفاتحة وجمعت سورة الفاتحة في آية إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية هي مدار جميع الرسالات السماوية قال الله تعالى في الحديث القدسي قصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين النصف الأول خاص بالله سبحانه وتعالى والنصف الثاني خاص بالعبد خلونا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد النصف الخاص بالعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو ركزنا في عدد كلمات سورة الفاتحة هنجد أنهم 31 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد كده 15 بعد كده في حرف العطف واو وبعد كده إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين كده 15 كلمة موجهة لله سبحانه وتعالى و15 كلمة موجهة للعبد إياك نعبد وإياك نستعين بتقديم المفعول به إياك قبل الفعل فنحن نخصص ونحدد من نعبد ومن نستعين به مثال على كده لما تقول أحبك أحبك ممكن يكون معاها أحب أبي وأمي وأخي وهكذا لكن لما بتقول إياك أحب فقد قصرت الحب على الشخص اللي أنت بتحبه وكذلك لما نقول إياك نعبد فقد خصصت وحصرت العبادة على الله سبحانه وتعالى وكذلك حينما أقول إياك أستعين فقد خصصت وحصرت الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبالتالي معنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بالله حتى لو جاءت المساعدة عن طريق بعض الناس أفضل العبادات هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأسوأ العبادات هي الشرك بالله سبحانه وتعالى مثل لنا من القيم رحمه الله من يشرك بالله في أي عمل كمن يحمل الرمل ويسير به فهو لا يستفيد من الرمل إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء علينا بالإخلاص في العبادة والاستعانة قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بدأت سورة الفاتحة بإسلوب الغائب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم انتقلت إلى إسلوب المخاطب إياك نعبد وإياك نستعين فيقول بالقياس كان يجب أن تكون إياه نعبد وإياه نستعين ولكن العبد لما علم حق الله من المحبة والرجاء والخشية كان له أن يتحدث إليه بإسلوب المخاطبة إياك نعبد وإياك نستعين ولماذا لم تكن الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين ولكنها جاءت بالتفصيل إياك نعبد وإياك نستعين معلوم أن الحبيب مع حبيبه يحب أن يطيل الخطاب كما حدث في الحوار بين سيدنا موسى والله سبحانه وتعالى حين سأله الله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وكان يمكن أن يجيب هي عصاي ولكنه أحب أن يطيل الخطاب مع الله سبحانه وتعالى وهكذا العبد يحب أن يطيل الخطاب مع الله فيقول إياك نعبد وإياك نستعين وفي هذه الآية الكريمة ذكرت بنون الجمع إياك نعبد وإياك نستعين ولم تكن إياك أعبد وإياك أستعين قال الشيخ الشعراوي رحمه الله معلوم أن الناس متفوتة في العبادة فهناك المكسرون وهناك المكتهدون فلعل الله سبحانه وتعالى بفضل المكتهدين أن يشفع للمكسرين فإياك والسخرية من المكتهدين وتمنى لهم كل التوفيق وإياك أن تحسدهم معروف أن أعلى درجات العبادة هي الإحسان هو أنك تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك وفي هذه الآياء نخاطب الله سبحانه وتعالى فنحن في مقام الإحسان بأمر الله واضح للجميع أن بدون عون الله ومدده لا نستطيع القيام بأي عبادة مثال على ذلك لما بنسمع الأدان حي على الصلاة وحي على الفلاح بنرده و بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله فنحن لا نستطيع العبادة إلا بعون ومساعدة من الله سبحانه وتعالى وأخيرا بعد ما فهمنا معنى إياك نعبد وإياك نستعين لابد من حصر العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين قال الله تعالى في الحديث الكدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك لا السيد البدوي حينفع ولا سيدنا الحسين حيشفع عباد الله يعبدون الله وحده ويستعينون بالله وحده أما المعرضون فيعبدون غير الله ويشركون مع الله ويستعينون بغير الله